اللهم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء السابع والعشرين من يونيو الروس يستعدون لأسوأ السيناريوات ما هي أسوأ السيناريوات ولماذا يستعدون لها؟ طبعاً الروس يستعدون لعمليات هجومية من قبل القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم وعمق الأراضي الروسية وأيضاً اتجاه المعدات الحربية البحرية التابعة للقوات الروسية إضافة إلى عمق الأراضي الروسية كما أشرنا طبعاً أمر بوتين بتعزيز الأسطول البحري بالدفاعات اللازمة أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع أي خسائر في أي عمليات قادمة قد تشنع القوات الأوكرانية كيف تحصل هذه التهديدات؟ بدايةً أحبائي هناك دوماً استطلاع لطيران الناتو في بحر الأسود طبعاً هو لا يحلق فوق الأجواء الروسية إنما يحلق في الأجواء الدولية وبالتالي لا يمكن للقوات الروسية أسقاطه لأنه قانونياً سيعتبر اعتداء من قوة الروس من قوة الروس تجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو تجاه أي دولة عضو في الناتو وبالتالي هناك دوماً محاولات لقمع هذه الطائرات التي تحلق بوسائل يبين فيقول بدون أن يتم استهدافها بالنيران بشكل مباشر عبر وسائل الحرب الإلكترونية طبعاً هذه الطائرات تستطلع في المنطقة هنا وتحاول لاحقاً تزويد القوات الأوكرانية بصور حول المواقع الحساسة البنية التحتية العسكرية للقوات الروسية في شفر الجزيرة وفي كامل هذه المنطقة لدى القوات الروسية إضافة إلى البنية التحتية من مصافي نفط ووقود وغيرها من الأمور الهمة التي يمكن أن تؤذي روسيا نفسها وبالتالي طبعاً إضافة إلى كل ذلك هناك كان إجراءات في المنطقة هنا في شفر جزيرة القرم سيتم تجهيز 576 ملجأاً خرسانياً طبعاً ستحاول السلطات الروسية قدر الإمكان تعزيز إجراءات طبعاً في حال كان هناك أي تهديد لشفر جزيرة القرم إضافة إلى ذلك عدد من الإجراءات الأخرى المختلفة لحماية السكان التي يتكرر ما حصل في الفترة الأخيرة حيث وصيب أكثر من 155 شخصاً وكان هناك بعض الضحايا إضافة إلى ذلك أحبائي تواصل لأوكرانيا الاستعداد لما هو قادم يواصل زيلنسكي طبعاً محاولات السعي للحصول على المزيد من الأسلحة كان هناك اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي جرى توقيع بين الاتحاد الأوروبي وأوكراني اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لكييف في بروكسل إضافة إلى ذلك كان هناك محاولات أوكرانية لإرسال بعض الذين يتعلمون الذين ما زالوا في مرحلة التعليم إلى القتال ولكن إلى الجيش ووضعهم في أماكن معينة أما على صعيد الخطوط الأمامية فطبعاً واصلت القوات الروسية عمليات التقدم في عدد من الجبهات تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة سنبدأ مباشرة من تقدم القوات الروسية في اتجاه توريدز طبعاً استطاعت الوحدات الروسية اليوم التقدم باتجاه هذه المنطقة الهامة استطاعت الوحدات التقدم بأمك 685 متراً على امتداد 1.6 كيلومتر استطاعت طبعاً القوات الروسية التقدم داخل هذه المنطقة والحصول على موطئ قدم في هذه المنازل الأولى وبالتالي تجاوزت الدفاعات الأوكرانية عند هذه النقطة وعند هذه النقطة وتحاول الدخول إلى العمك أكثر فأكثر وبالتالي تشكيل ضغط إضافي على القوات الأوكرانية في هذه المنطقة لاحظوا القوات الروسية كيف تضغط تضغط انطلاقاً من هذه الاتجاهات ومن هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه وأيضاً تحاول الضغط على نطاق واسع من اتجاهات يمكن قول جنوبي بخموت في هذه المنطقة ومن شمال أفديفكا وبالتالي القوات الروسية تزيد من وطيرة عملياتها تحاول أن تدفع لتشتيت القوة الأوكرانية لربما تحاول سحب قوات أوكرانية من محاور أخرى إلى هذا المحور لتقول الأوكران نحن هدفنا الرئيسي هنا ولكن بات الجميع يعلم أن الروس يشنون عمليات على انطاق واسع وأينما استطاعوا التقدم سيحاولون قدر الإمكان تطوير هجمات إضافية لزيادة وطيرة الضغط على القوات الأوكرانية أما التقدم الثاني للقوات الروسية فكان في اتجاه معين ولكن قبل أن أصل إليه طبعا هناك اشتباكات مستمرة على طول الخط في اتجاه أفديفكا معارك مستمرة لم يكن الأمر سهلا أبدا فعلا هي معارك من الأعنف في هذه الاتجاهات تحصل كان هناك هجمات أوكرانية مضادة أيضا في اتجاه يسنوبروديفكا حاولت الوحدات الأوكرانية الضغط على القوات الروسية لدفع للتراجع ولكن لم تستطع القيام بأي تقدم لا حولت المنطقة إلى رمادية ولم تستطع السيطرة على النقاط إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات في اتجاه كارليفكا أما في اتجاه كارليفكا تستمر أيضا المعارك بشكل كبير وقوي خصوصا لاحظوا التقدم الروسي في الأوين الأخيرة في هذه المنطقة شرقا وفي هذه المنطقة غربا ويتحاول قوات روسية تطويق الوحدات الأوكرانية دفعها للانسحاب وللتراجع من هذه النقطة من شرقي المدينة ومن هذه النقطة من وسط المدينة إضافة إلى ذلك أعود وأكرر هذه المدينة بشكل كامل تلاحظون السيطرة الروسية باللون الأحمر وبالتالي القوات الروسية تسيطر على أكثر من النصف أو النصف تقريبا فيما تبقى هي منطقة سكنية وبالتالي ضغط روسي متواصل في هذا الاتجاه أما أعرف المعارك تجري فهي في اتجاه غربي سوروتكي باتجاه كوستانتينيفكا استطاعت الوحدات الروسية في هذا الاتجاه التقدم بعمق كيلومتر ونصف وبعرض 1.1 كيلومتر استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون ضغط روسي متواصل للوصول إلى هذا الطريق الرئيسي الذي يربط كوستانتينيفكا بأوغلدار طبعا هو عملية ليست جديدة ولكن التقدم الروسي في هذا الاتجاه يزيد الضغط على الكوات الأوكرانية على طول هذا المحور ولاحظوا التقدم الروسي بهذا اللون في الآونة الأخيرة لاحظوا حجم التقدم الروسي في هذه المنطقة وبالتالي تحاول الكوات الروسية القيام بعمليات قدم واحدة والأخرى حتى تتراكم وتتجمع هذه المساحات فتصبح مساحة كبيرة وبالتالي السيطرة على المنطقة إضافة يذلك هناك اشتباكات قوية في اتجاه يوروزين ولكن طبق أعرف الاشتباكات أحبائي هي في اتجاه محور كريمينا حيث استطاعت الكوات الأوكرانية تقدم صباحا وهنا رجاء خاص مني لحضرتكم رجاء تابعوا كافة فيديوهات القناة تفقدوا القناة دوما شاهدوا إن كان هناك أي فيديو يتعلق بأوكرانيا أو بغيرها وحاولوا مشاهدته ومشاركته ليصل لأصدقائكم جميعا في اتجاه تيرني تستمر المواجهات بعد التقدم الأوكراني صباحا تواصل الكوات الأوكرانية الضغط على مواقع الكوات الروسية ولكن لم تتمكن من التقدم مع ساعات المساء كذلك تستمر المواجهات في اتجاه ينبوليفكا في هذه المنطقة أيضا لا تغييرات في خريطة السيطرة فيما تستمر الكوات الروسية باستهداف كثيف لمواقع الكوات الأوكرانية بقضاء في الهون والمدفعية لعلها تتوقف عن هجماتها باتجاه هذه المنطقة أيضا هناك معلومة أريد التأكد منها هناك معلومات أن القوات الروسية في هاتين القريطين قد تراجعتها إلى الخلف وأبقى هما منطقة رمادية هناك نهر يعني يغطي المنطقة هنا يقال أن القوات الروسية لم تتخطى النهر في هذا الاتجاه وبالتالي القريطين يعني متقعين في موخفض وبالتالي ليس لهم أهمية ولكن ننتظر ما الذي يحصل سأحاول التأكد من المعلومات أكثر فأكثر فيما تستمر المواجهات باتجاه ستين مخيفكا وانطلاقا من بيرستوفي تحاول الوحدات الروسية تضغط في كامل هذه المنطقة ماذا عن خاركيف؟ في اتجاه خاركيف أيضا ضربات كبيرة للقوات الروسية على معاكل القوات الأوكرانية إضافة على الدفاع الجو الأوكراني المنتشر في المنطقة هنا وبالتالي ربما تحاول القوات الروسية تأمين المنطقة من الدفاع الجوية حتى تتمكن من شن غارات أكثر فأكثر بهذا الاتجاه أما في اتعالك بالتجاه في فرانسك فلا تغييرات في خريطة السيطرة اجتباكات مستمرة على ما هي عليه كذلك تستمر الوحدات الأوكرانية بشن هجمات مضادة باتجاه البوكي لعلها تتمكن من السيطرة إلا أن القوات الروسية ما زالت صامدة في هذا الاتجاه لم تتراجع أحبائي الوضع ليس بالسهل إطلاقا ننتظر ما الذي سيحصل طبعا كان هناك اجتماع بين أوربان رئيس وزراء المجر الذي ستتولى بلاد رئاسة الاتحاد الأوروبي وكان هناك دعوة بالصدفة من قول بعض أعضاء البرنامان الأوروبي لمنع المجر من استلام الرئاسة موقف المجر واضح جدا لا يريدون الحرب لا يريدون طوريط الناتو حتى في أوكرانيا طبعا قال أن هناك مؤمة للناتو في أوكرانيا ولكن المجر لن تشارك بها لا بالمال ولا بالسلاح ولا بإرسال أي جيش إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات في اتجاه بخمت في اتجاه بخمت المعارك الكبير عند الضحية الشرقية لشازفيار ولكن لم تتغير خريطة السيطرة ننتظر حتى الصباح ما الذي يمكن أن يحصل أحبائي شكرا دوما لمحبتكم لثقاتكم لوقتكم استمين لمتابعة هذه الفيديوهات وأتمنى من حضرتكم أعود وأقول وأتمنى أن تشاهدوا باقي محتوى القناة شكرا لكم دوما على كل شيء وإلى اللقاء بفيديو آخر شكرا لكم